اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ميشيل بخوم اتولد في القاهرة سنة 1913 هو كان بيعمل بجد وكان دايما بيطلع الاول على الفصل بتاعه بعد كده دخل الجامعة وبقى مهندس سافر امريكا عشان يكمل دراسته رجع مصر تاني وبدأ ان هو يدرس في جامعة الكاهرة بعض الطلبة في جامعة الكاهرة مازالوا بيستخدموا الكتاب اللي هو كتبه في المادة بتاعته ميشيل بخوم بدأ ان هو يصمم الكباري والمطارات والعديد من المباني المهمة على سبيل المثال المبنى بتاع وزارة الخارجية هو رابع اطول مبنى في الكاهرة كمان هو اللي صمم استاد الكاهرة الدولي اللي طبعا بيات ساعة او يعني ممكن يقعد في جماهير 80 الف من الاشخاص كمان ساعة في تصميم كوري 6 من اكتوبر طوله 20.5 كيلومتر طوله 20.5 كيلومتر ترافيك موف سلولي بيكون عليه ازدحام وروري لانه دايما بيكون زحمة نكمل مع بعض ونشوف لما الناس بتبص على الشغل او العمل بتاعه النهاردة بيشوفوا او بينسوا ان الموضوع ازاي الموضوع كان صعب زمان ما كانش بيقدر ان هو يستخدم كمبيوترات ليه؟ مكانش في اصلا كمبيوترات في الوقت بتاعه ممكن نحن نصمي الاشياء طبعا بسهولة اكتر وبدك اكتر بكتير ميشيل بخوم توفى سنة 81 مصر دايما هتفتكروا في شارع باسمه في الكاهرة دكتور ميشيل بخوم دلوقتي معينا نص استماع تعالوا من اقرامها بعض في ولد بيقول ممكن اعدي الطريق من هنا الام قالت له دايما نكون حريص وانت بتعدي من هنا في زحمة مرورية كبيرة المدرس بيقول الفصل اللي جنبكم مثلا الفصل رقم اثنين بيحلوا متحان دلوقتي فعايزكم تكونوا هادين البنت رقم واحد بتقول هالأمال اللي بتلعب بالعود دي فرقم اثنين قالت الموسيقى هي مادتها المفضلة هي ممتازة فيها هودا بتقول انا عندي امتحان بكرة امها بتطمنا فبتقول لها هودا ما تقلعاش يا هودا يعني بتشتغل بجد وانت بتذكري كويس اخر حاجة بيقول هل ده الواجب بتاعك يا عمر قال له ايوا هو ده قال له انت بتكتب بصراحة يا عمر دلوقتي تعالوا ما نشوف مراجعة على بسرعة كده باهم الحاجات اللي كانت موجودة فيه طبعا المراجعة الوحدة غير كافية ما ينفعش ان انت مسلا تم جاي سايب كل الفيديوات اللي فاته تيجي تشوف الفيديو بتاع النهاردة وخلاصه المفروض ان انت كده تقفل لا لازم تشوف فيديوهات الشرح فيديوهات حل التدريبات كل فيديو بيكون طبعا مهم وبيكون فيه حاجات مهمة ممكن تيجي فيها في الامتحان عندنا كان فيه بعض الكلمات زي لايت هاوس كلمة واحدة على بعضها معناها منارة توس بيست معجون اسنان بابايرس نبات ورق البردي انفنشن معناها اختراع تيب ميجر معناها شريط الكياس قلتلك اللي هو المتري يعني ستوب ووتش معناها ساعة توقيت برضو كلمة واحدة على بعضها رولر معناها مصطرة سوينج ماشين مكينة خياطة جلاس بيدز معناها الخرز الزجاجي انك حبر سوت كيس معناها حقيبة صفر سكيلز ميزان سكايسكريبر ناطحة سحاب ميجر معناها يقويسه طبعا ده فيرب كان الجرامر بيتكلم على الادفرب وعرفنا ايه الفرق ما بين الادفرب وما بين الادجكتف الادفرب هو كلمة بتصف الفعل كلمة بتصف الفعل وغالبا بتنتيب اللوي اما الادجكتف هي كلمة لكن بتصف الاسم كلمة بتصف الاسم هنا بيقول لنا الحيل او الظرف هو كلمة تصف الفعل زي ما قلتلك وتتبعه غالبا يعني بتيجي وراء زي علي بيتكلم بادب هنا انا مش بوصف علي انا بوصف طريقة كلام علي ان هي بادب يتكون الحيل او الظرف باضافة اللوي للصفة عندنا الصفة ايه بندفلها اللوي كويك كويكلي اكيرت اكيرتلي هابي هابيلي وعكذا الصفة التي تنتهي بواي تحول الواي الى اي وبعد كده نضيف الالوي في حالات شازة تعالوا ما نشوفها برضو مع بعض زي ليت الادجكتيف ليت والادفرب برضو ليت فاست فاست هارد هارد ايرلي ايرلي جود بنقول ايه بنقول وال جود بنقول وال دي الادجكتيف ودي الادفرب يمكن استخدام الحال في المقارنة كما يلي الحال المنتهي بلواي خلي بالك الحالة دي شرحناها كتير جدا خدنا فيها وقت في الفيديو بتاع اليونت وكمان حلنا عليها يعامل معاملة الصفات الطويل عند المقارنة والتفضيل عدا ايرلي فتعامل مثل الصفات الكسيرة باضافة ياما اي اار ياما اي اي استي زي ما انت شايف كده الحالة الشاس بقى اللي غير منتاب اللي واي زي الحاجات اللي هنا دي كده يعامل مثل الصفات الكسيرة من حيث اضافة اي اار او اي استي لو بنقرم ما بين حاجتين اتنين بنحط اي اار لو بنقرم ما بين حاجة وحاجات تانية يعني حاجة ومجموعة بنحط اي استي عالي works harder than a harder than sami تمام تعالوا ما نكمل دلوقتي هنشوف language functions بتاعة unit 10 كنا بنتكلم ايه في unit 10 عن الكويسات والرد تمام كنا بنسأل بايه كنا بنقول how بعد كده الصفة بعد كده be بعد كده اسم الشيء how الصفة be اسم الشيء زي للسؤال عن الطول او العرض بنسأل بايه how long how wide how tall is مثلا والحاجة اللي احنا بنتكلم عليها يبقى لما نسأل على الطول الافقي يعني ايه طول افقي يعني كده تمام طيب يعني ايه طول رأسي اللي هو الطول ده يعني ايه يعني كده تمام اما الوايد الايه اما ويد معناها عرض بشوف مثلا دايرة هو شوف العرض بتاعها قدي ماشي بعد كده بجاوب it's وبجاوب الرقم وبعد كده مثلا سنتيمتر او متر او كيلو متر حسب بقى الوحدة الكياس بتاعتها وبقول مثلا long لو بسأل على long wide لو بسأل على wide tall لو بسأل على tall عن الوزن بنقول how heavy how صفة اللي هي heavy بعد كده verb to be مع heavy بيكون is طبعا متا verb to be بيكون ايه بيكون is يعني بعد كده اسم is زي ما انت شايفين كده طيب الوزن الوزن طبعا بنقول it's وبعد كده الرقم وبعد كده كيلو جرام سهلة خلص الصرعة بقوا دي مهمة جدا الصرعة مش هنستخدم verb to be الصرعة احنا بنقول how بعد كده fast وبعد كده does ونقول الحاجة بتاعتنا مثلا a plane a train مثلا في البداية بعد كده goes بعد كده at about ونقول الرقم كيلو متر بير اور تمام ندخل على يونت 11 experiment معناية تجربة ولكن في المعمل بعد كده كلمة vinegar معناية الخل sink معناية يغوس او يغتص scientist معناية عالم x ray اشعة x add يضيف beel يكشر ان انت مسلا عندك بردقانة فبتأشارها float يطفو حاجة عيمة على هش الميا fill up يملأ pour يصب او يسكب بتصب مياه في الكوباية mix يخلط stir معناية يقلب بتقلب مسلا السكر في الشاي heat يسخن melt معناية يزوب او ينصر تعالوا ما نكمل ونشوف الgrammar كنا بنتكلم على الحالة الشرطية الصفرية ودي سهل خالص عبارة عن ايه عبارة عن اف اون مدارع بسيط مدارع بسيط الجرامر المهم جدا فيه انت تكون شاطر في المدارع البسيط وقالت لكم وقتها اللي مش كويس في المدارع البسيط يقول لي وانا هجيب له فيديو ان شاء الله يعني يتفرج عليه هيبقى افضل في المدارع البسيط بنستخدم الحالة الصفرية في تعبير عن ايه حقائق سابتة حدث في المدارع وما يترتب عليه من نتائج زي لو التلج بقى دافي هل دي حاجة ممكن تحصل لنبارح والنهار ده لا لا دي حاجة بتحصل دايما دي حقيقة علمية سابتة ان لو التلج تساب شوية وبقى دافي هيتحول الى مية هنا بقى الحاجات اللي هي المنطقية لو كانت كتير إلا يحصل انت هتدخل لو كان الاطفال جعنين برضو دي حاجة منطقية لما بنجي نسأل بنسأل ازاي حط اف او في البداية طبعا ده لو سؤال بهل بعد كده ادي هنا مدارة خلي بالك ان احنا ممكن نعمل ايه ممكن نبدأ ب فنقول تمام فممكن نقول طيب لو هنحط بقى سؤال بمعنى ماذا يحدث اذا هنقول خلي بالك فيها اس عشان المهمة دي وقررت كتير او في الاسئلة وبعد كده نحط جملة من الجملتين اللي عندنا اللي هي ice gets warm فانا هقول ايه it becomes water في الاجابة كان ال language functions في unit 11 بيتكلم على تعاقب الاحداث ان احنا نرتب الاحداث first now then next after that final و و نستخدم ال paragraph كمان كنا بنسأل على تعاقب الاحداث what do we do ايه اللي احنا نعمله ممكن نقول what do we do first ايه اللي احنا نعمله الاول او what do we do next او after that و كمان ممكن نسأل نقول what happens ايه ماذا يحدث next او now او why does this happen ليه او لماذا يحدث هايز تعالوا ندخل على unit 12 transport النقل والمواصلات electric معناها كهربي خلي بالك دي بنصف فيها جهاز يعني دي بيجي معها كلمة تانية بتكون ايه زي مثلا electric cars سهرات تعمل بالكهرباء electricity هي النون معناها كهرباء petrol بنزين traffic معناها حركة المرور pollution معناها التلوث predictions تنبؤات technology تكنولوجيا environment معناها البيئة oil معناها زيت البترول الخام railway line خط سكة حديد اما railway system معناها نظام السكة الحديد underground cities معناها مدن تحت الارض impossible معناها مستحيل ferry معناها معدية او عبارة questionnaire معناها ستبيان skyscraver ناطحة سحاب coach معناها اوتوبيس رحلات طويلة definitely بالتأكيد prince طبعا ده ابن الملك project معناها مشروعة تعالوا ما نشوف الgrammar والlanguage functions كنا بنتكلم في ايه على في الgrammar ده كنا بنتكلم على اشكال المستقبل هم اربع اشكال المستقبل انتم هتخدم شكل واحد بس في السنة دي ان شاء الله هنكمل بقى نشوف بعد كده هناخد اشكال تانية ولا لا هنا بنستخدم سوفة اللي هي will تمام وبيجي وراها الفعل في المصدر يعني will plus اللي ايه الادجكتف طبعا ده لو اثبات اما want لو نفي اللي انا عايزك تحفظه كويس جدا زي اسمك احفظ التركيبة دي تمام تركيبة سؤالة خالص فعل زائد will او want زائد الفعل في المصدر اي اعتقد انه هتمطر بكرة او اي اي علي وان تقام وز اس علي مش هيجي معنا يبقى انا هنا بتنبأ بحاجة ايه في المستقبل لكن بدون دليل اعرفها كده من دلوقتي عشان تريحك بعد كده بتنبأ بحاجة لكن بدون دليل كمان مثلا حقيقة عمر حقيقة حقيقة سابتة في المستقبل زي العمر مثلا ان الشخص الفلاني هيبقى عنده 17 سنة الاسبوع الجاي دي حاجة برضو بستخدم معها والمصدر كمان خدنا خدنا خدناها في المضارع والماضي والمستقبل كل الفكرة برضو عايزك تعرف التركيبة بتاعتها بتتكون من ايه بتكون من فاعل كان زايد الفعل في المصدر او فاعل لو في الماضي بقى فاعل كد زايد الفاعل في المصدر لو في المستقبل بقى يبقى فاعل will be able to زايد الفاعل في المصدر تمام نحفظ التركيبة دي كويس جدا نقدر ان شاء الله ان احنا نجاوب على اي سؤال لو في المضارع لو في الماضي لو في المستقبل نرجع بسرعة على الوظائف اللغوية كنا بنتكلم على السؤال على الرأي وإن إحنا نقول رأينا يعني أما نقول رأينا يم أن نسأل عن رأيي أشخاص تانين فممكن أقول لواحد وبعد كده جملة كاملة أو ده لو هسأل على حاجة في المستقبل تفتكر إيه ما يحصل في المستقبل لما قول أنا رأيي فأقولي أنا أعتقد أي جملة في المستقبل طب لو أنا لا أعتقد فأقول وبعد كده أقول جملة في المستقبل I am sure أنا متأكد أو I am not sure أنا مش متأكد I am certain أو I am not certain أنا برضو متأكد أو أنا مش متأكد Zat وبعد كده جملة كاملة في المستقبل I am a hundred percent sure يعني أنا متأكد مية في المية أو I am not a hundred percent sure يعني أنا مش متأكد مية في المية Zat وبعد كده جملة كاملة Perhaps يعني ربما بعدها على طول جملة كاملة في زمن المستقبل تعالوا بعد الوقتي نشوف ام تحيانا على يونت 1 و 2 و 3 او يونت 10 11 12 هنا عندنا جزء listening تعالوا من قراء الاول اسئلة When did Yassir watch the match? ياسر تفرج على المتش امتى? Last month ولا last week ولا yesterday Was the match between الاهلي and as one? المتش كان بين الاهلي واسوان ولا لا How many people were there at the stadium? كان فيه كم شخص فيه الاستاد Where did Yassir watch the match? اتفرج على المتش فيه جيزة طنطة ولا كايرو Last week Yassir watched a football match Last week Yassir watched a football match كده عرفنا اول اجابة Between الاهلي and الزمالك بين الاهلي والزمالك كده عرفنا تاني اجابة At the Cairo International Stadium في استاد الكاهرة الدولي عرفنا رابع اجابة There were 80,000 people there كان فيه ايه؟ كان فيه 80,000 ايه؟ 80,000 مشجعه تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الاربع اسئلة اول واحدة تكون last week تاني واحدة خلي بالك السؤال بايه؟ السؤال بوز يبقى الاجابة برضو بوز السؤال بوز يبقى الاجابة بوز هل كان بين اهلي واسوان؟ لا اهلي وزمالك كان فيه كم شخص في الاستاد؟ كان فيه 80,000 شخص الاستاد ده كان فيه اصلا الاستاد ده كان فيه الكاهرة المدرس بيقول هل تعتقد انه كان مهندس رائع او كان مهندس شاطر؟ الولد الاس انا متأكد انه كان شاطر هي نقط زكايرو انترناشنال نقط احنا قرينا من شوية على دكتور بخوم عرفنا هو كان بيعمل ايه؟ المهندس بيعمل ايه؟ المهندس بيعمل ديزاين واحنا هنا طبعا بنتكلم على ان شخص عمل حاجة في الماضي فعنصرفها في الماضي فالدزاين تبقى ديزايند هي ديزايند زكايرو انترناشنال عمل ايه؟ زكايرو انترناشنال ايربورت مطار الكاهراء الدولي او استيديوم كايرو انترناشنال استيديوم ايان يكن طيب هو سافر امريكا ليه؟ ليه؟ رجع مصر فالولد قال طبعا نقول انه بيحب مصر ايه جدا فنقول نجل الصابلاي تامر بيقول السؤال ده بتعوضها هابنز بيجي دايما وسؤال متوقع جدا في الامتحان فايريت تكونوا عارفين طريقته كويس اوي هنقول ايه؟ ات سينكس ليه؟ لان ده شيء تقيل في المية طبعا لازما انه هو يغرق احمد بيسأل صلاح فصلاح بيقول اي كان ران اتباوت فايف كيلومتر بر اور لسا لكم ان هي مهمة السؤال على السرعة هاو فاست كان يران يعني السرعة بتاعتك اللي انتو تقدر تجري بيها قد ايه تعالوا منشوف الكتعة هو ديزايند زكايرو انترناسنال استيديم لسا عارفين بقى من شوية هو ميشيل بخوم ويردد ميشيل بخوم ترابل توستادي انجينيرينج برضو عارفنا دو يو تينك ميشيل بخوم وزاكليفر ستودينت طبعا اعتاكت ذلك ميشيل بخوم ستارت تيتشنج ات نقطة يونيفرستي شايفين الكتعة اللي احنا قرناها سهلت علينا الدنيا خالص طبعا كايرو ايه كايرو يونيفرستي كان مفيش ايه كان مفيش كومبيترات يعني احنا ممكن نجاوب الخمس اسئلة من غير اصلا ما نقراك تعالوا بس ما نقراها برضو اللي صمم كل الكلام ده هو ميشيل بخوم اتولد في كايرو سنة 1913 سافر امريكا عشان يدرس الهندس يبقى كده السؤال الاول مشيل بخوم او دكتور مشيل بخوم سؤال التاني سافر الى امريكا طيب نكمل عرفنا كده السؤال الرابع عرفنا دوت كده يبقى انه كان شاطر ايوه although there were no computers at that time ما كانش فيه كمبيترات يبقى عرفنا انه هي كايرو ينفرستي وعرفنا انه هي ما كانش فيه كمبيترات الكصة على شابتر 1 و 2 the farmer's not was called hoggers اللي يعتبر ايه بالنسبة للفلاح ابنه ولا اخوه ولا ابوه ولا عمو طبعا ابنه the iron man was not than a house الحاجات دي تتخصى بيت شابتر 1 طبعا كان اطول من ايه اطول من البيت why did the boy run home fast when he saw the iron man ليه جري على المنزل بسرعة he to tell his parents about the iron man عشان يخبر ايه والديه عن الرجل الحديدي why do you think the farmers put an old van naked to the hole ليه حطوا عربية قديمة جنب الحفرة اللي هما كانوا عاملينها كفخ لiron man طبعا to make the iron man fall into the hole when he wanted to eat the van عشان يعني يتبقى الغراء بالنسبة له ان هو يروح عشان يكلها يوم واقع في الحفرة زي ما بنعمل مع الفيران كده وبنحط لهم الجبنة في المصيادة نكمل my brother not to America to teach at a university يطرى traveled cooked helped visited طبعا traveled to America سافر الى امريكا عشان يدرس في الجمعة modern cars won't use petrol مش هتستخدم الاقتصارات الحديثة مش هتستخدم البنزين they will use هيستخدمه ايه electricity الكهرباء مشيل بخوم died نقط 21 April 1981 طبعا ده تاريخ والتاريخ بيجي قبله on مشيل بخوم started نقط bridges وهكذا 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 طبعا مشيل بخوم هو مهندس والمهندس بيعمله المهندس بيصمم يبقى designing when i am hungry لما بكون جعين i نقط my mother for food حاجات منطقية شيء منطقي when بدل if وقادي هنا مضارع بسيط يبقى النحية التانية مضارع بسيط ask my mother traffic moves on the bridge because it is always busy دايما الكبري بيكون مزدحم ده معناه او ده يخلي المرور او حركة المرور تكون سريعة ولا بطيئة طبعا تكون بطيئة رقم 7 وده سؤال مهم جدا جدا what is your school bag طبعا الشنطة المدرسية هسأل على الوزن بتاعها يبقى مش معنا fast ومش معنا tall يا طرى بقى heavy ولا wait طبعا احنا عارفين in what بيجي وراها noun اما how بيجي وراها adjective heavy adjective فطبعا مش هتكون معنا فيبقى اللي جابة هتكون wait دكتور بخوم worked نقط and came first in his class طبعا worked ايه worked hard وعرفنا الفرق في الشرح ما بين hard وhardly pollution is bad of the environment طبعا خدنا bad for وخدنا good for يعني جيد لي او سيء لي فهناخد for if you put a wooden object in water it sinks لو حطينا حاجة خشبية في المية هل هتغرق لا طبعا ده ايه ده هتطفو يبقى it floats she started the tea with a spoon and drank it هل هي بدأت الشاي ولا ايه قلبت الشاي يبقى stared the tea هنا عندنا باراغراف على transport in the past and today وده من الحاجات المهمة جدا جدا برضو مش عايزك تحفظ البراغراف انا عايزك تقرأه اكتر من مرة وتحاول تكتف حاجة زي وكده مع نفسك اوكده شفنا بسرعة المراجعة بتاعتنا على unit 10 unit 11 unit 12 اتمنى تكون افادتكم وتكون فكرتكم كده بشكل سريع على كل اللي دراسنا لحد دلوقتي بإذن الله الفيديو الجاي يكون على unit 13 unit 13 part 1 فيديو مهم جدا جدا جزء grammar بتاعه ما هواش سهل جزء مهم قوي فانتظروه بإذن الله ياريت لو عجبك الفيديو ياريت سيب لنا لايك عشان الفيديو ينتشر على اليوتيوب وياريت تعمل شير عشان زمالك على الفيسبوك يقدروا انهم يوصلوا لنا ولو لسه مش 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 تشترك معنا ترجمة نانسي قنقر